أنا خدت آخر رخصة كانت السي أنا خدت الأساسية وبعد كده خدت السي كانت سنة 2014 خدتها أول ما اعتزلت على طولها ومبطلت كورة كانوا عاملين الدورة الأساسية دخلتها والحمد لله نجحت بدرجة جيد جدا وبعد كده خدت السي ده خدت السي برضو نجحت بدرجة جيد جدا ودي كانت آخر سنة دورة السي كانت 2014 أنا مش عارف وليه لحد دلوقتي مش شغالين بيها في مدربين كتير جدا محتاجين البي دي لأن احنا بيجينا شغل برا مصر أصلا كمان مش شرط شغل هنا بيجينا شغل برا مصر في السعودية وفي الأردن وفي ليبيا والحاجات دي بتبقى محتاجة البي وبيبتبقى محتاجة الاي كمان لأن احنا برا في آسيا مش بيحترفوا كمان بالسيل أفريقية ودي مشكلة كبيرة جدا فأنا مش عارف ليه هم لحد دلوقتي مش عاملين البي بقى لهم كده داخلين في عشر سنين أو تسعة سنين الدورة البي دي ما تعملتش خلاص عملوا لإيه بس المدربين معينين حوالي 25 مدرب غالبا كده هم كانوا شغالين في الدولة ومتازوا وفيهم مدربين عشان يكون في أدرالية والحاجات دي بهم موجودين كمدير فنين يعني لحد دلوقتي مش معمولة اتأثرت جمد جدا أنا دلوقتي أنا شغال في مصر دلوقتي التدريب في مصر يعني مقتصر على ناس معينة ناس بتمشي من النادي ده بالليل تلاها في نادي تاني الصبح تلاها روحة نادي تاني بيشتغلوا في أكتر من نادي أنا كراجل لسه بابتدي حياتي في التدريب محتاج الرخصة دي لانا بيجي لي شغله برا يعني بيجي لي شغل الامراض بيجي لي شغله في الكويت أنا مش عارف أسفر عشان معيش الرخصة دي فأنا كده متأثر وبعد كده انت بتيجي تقول لي لازم يبقى معاك الرخصة أنا لازم عشان أسفر أشتغل برا لازم يبقى معاك البي وهعدلها برضو برا هناك وأخدها تاني لازم أخدها تاني أنا مفعش أشتغل بالسيل أفريقية فأنت أفتح لي الدورات عشان أدخل البي والإي عشان أعرف أسفر وأشتغل برا أنا مش أفضل أقعد شغال في مصر طب ما فيش شغله في مصر طب عامل إيه أنا عايز أشوف شغلي وعايز أشوف أكل عيش وأسفر برا برضو فيه مدربين كبار جدا متأثرين برضو بالموضوع ده يعني فيه مدربين شغالين في الدورة المصر مش عارفين يسافروا برا عشان يشتغلوا عشان مش معهم الرخص دي يعني الموضوع ده مش مكتصر على المدربين الصغيرين لسه شغالين في التدريب لا فيه أسام كبيرة ومدربين كبيرة مش عارفة تسافر برا تشتغل عشان مش معها الرخصة الإيه ولا البي وديه مشكلة كبيرة جدا طبعا ما أسرها جميل جدا جدا فيه موضوع التدريب في مصر والناس اللي لسه بدأ تدريب والناس اللي أصلا بتدرب يعني فيه ناس بتدرب بقالها كتير جدا جدا معاش الرخصة البي ولا الرخصة الايه يعني فيه فئة معينة تقدر إنما الفئة الأكبر ما تقدرش تسفر برا تقعد أسبوعين وعشر تيام عشان تاخد دورة برا ما هو ده تكلفة كبيرة جدا طب اللي تحدى هيعمل كده هيصفر الناس دي برا تاخد الدورات دي على حسابها مش هيعمل كده فلازم يفتح الدورات دي هنا لازم يبدأ ضروري جدا الفترة الجاية يبدأ يعمل دورات الـ C ويعمل الـ B ويعمل ايه للناس عشان تعرف تشتغل ما أنت عايز تطور هتطور ازاي يعني أنت بجايب تقول عايز تعمل سيستم في الأجهزة الفنية إن ما فيش مدرب يشتغل غير برخصة طب ما أنت بشفتح للرخص عشان أخدها طبعا عملي ايه أسافر برا طبعا أنا معايش فلوس ما أقدرش أسافر برا تكلفة كبيرة عليها جدا فطبعا مضرورين الناس مضرورة كتير جدا بسبب الموضوع ده يعني مش بيبقى بالناس زي ما بقول الخبرات أو الكفاءة لا هي بتبقى يعني دخلة فيها شوية مصالح رأساء قندية يعرفوا وقلاء يعرفوا مدربين بيكلموا حد بيكلموا حد لا أنت بتشوف تغيرات غريبة جدا يعني بتشوف المدرب تلاقيه ماسك فرقة ما عملش النتائج هو ما عملش النتائج ويروح فرقة تانية واللي كان يعني بيعمله سويتش يعني مدرب يروح فرقة والفرقة اللي هو رايحة دي المدرب بتاعه بيجي مكانه طب أنت ما عملش نتائج هنا وما عملش نتائج هنا طب أنا جايبك بناء على إيه ما نديتك فرصة تشتغل وما عملش نتائج وفرصة كمان مرة تشتغل وما عملش نتائج في وسط الموزيوم بتمسك 3 فرق أو 4 فرق وانت مش بتعمل نتائج